في نفس السياق المنظمات الأممية والإغاثية أشهدت بدور مصر في تقديم الدعم الدولي للفلسطينيين وتسهيل وصول الألاف من الأطنان من المساعدات أمام معبر رفح بالتنصيق مع المنظمات الدولية منذ بداية الأحداث مصر خصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية القادمة من كل دول العالم دعما للشعب الفلسطيني منذ بداية التصعيد في قطاع غزة وما يشهده من ارتكاب فضائع من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كان ولا زال لمصر دور قوي لدعم الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والذي يتضح لمختلف المنظمات الدولية التي تشيد بدور الدولة المصرية في تقديم الدعم الدولي للفلسطينيين بالإضافة إلى تسهيل وصول آلاف الأطنان من المساعدات أمام معبر رفح بالتنسيق مع المنظمات الدولية منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر اليونساف أكدت على أهمية التنسيق مع الحكومة المصرية في إطار الاستجابة لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والتي سيتم نقلها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة وكررت يونساف نداءها العاجل من أجل الوقف الفوري للأعمال العدائية وضمان حماية الأطفال من الأذى وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال المحتاجين بشكل آمن وسريع منظمة الصحة العالمية في مصر أكدت أن هناك مباحثات ومساع مع الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري على أعلى المستويات لتقديم الدعم والمساعدات للسكان في قطاع غزة مؤكدة على إدانة المنظمة بقوة للهجمات على المرافق الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني أما برنامج الأغذية العالمي فحرص على تدفق الإمدادات الإنسانية على الحدود المصرية مع غزة وجدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة دعوته من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى القطاع حيث يحتاج مئات الآلاف من الأشخاص الفرين من العنف بشدة إلى الغذاء والماء والإمدادات الطبية في الوقت نفسه يشهد مطار العريش بشمال سيناء تواصل تدفق المساعدات الدولية القادمة من كل دول العالم دعماً للشعب الفلسطيني تضمنت المساعدات التي نقلت حتى أمس 15 طائرة أغذية ومؤن ومستلزمات طبية وخيام وبطاطين وأغذية مجففة وأدوية وتشير غرفة عمليات متابعة وصول الطائرات الإغاثية بمحافظة شمال سيناء إلى أن المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش حتى ذلك الوقت هي من الأردن 12 طن ومن تركيا 68 طن ومن الإمارات 12 طن وتونس 11.5 طن ومنظمة الصحة العالمية 24 طن وبرنامج الأغذية العالمي واليونساف 11 طن وقطر 37 طن وفنزويلة 18 طن ويتسلم الشحنات الهلال الأحمر المصري الذي يوفر متطوعين شباب ينقلون شحنات الطائرات بعد تفريغها وتجهيزها في مخازن لتنقل لقطاع غزة وتشهد مدينة العريش ملحمة عمل لا تتوقف أبطالها شباب مصر من أبناء سيناء الذين يعملون بجهد يفوق قدرتهم في نقل المساعدات بكل أنواعها الطبية والغذائية والمؤن الطبية هذا بالإضافة إلى مستلزمات المستشفيات والخيام والبطاطين اشتركوا في القناة